بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين أهلاً ومرحباً بحضراتكم مع كورس الإدارة الرشيدة لرأس المال على قناة STC سالمون تريدينج شانيلا ومع الحلقة الثامنة والأخيرة في هذا الكورس تحت عنوان الوصية الدائمة للمبتدئين في التداول أخيراً وليس آخراً فإن الوصية الدائمة لكل مبتدئ في المضاربة هي قضاء فترة للتمرين والتدريب قبل الدخول في معمعة السوق لاختبار خطة عمل وذلك بالمتاجرة فقط على الحساب التجريبي في فترة زمانية لا تقل عن ستة أشهر يتسنى من خلالها دراسة نتائج عملياته التجريبية الوهمية واستخلاص دروس مستفادة منها بدلاً من تبديد أموالها الثامنة في السوق مباشرةً في محاولات بائسة دون أي استعداد حقيقي مع ملاحظة أنه من الأمور الغريبة أن المهنيين عموماً أي العاملين في أي مهنة يمضون عدة سنوات للتعلم ثم التدريب على نفس المهنة قبل مداولتهم هذه المهنة بينما نجد الكثيرين يمارسون مضاربات في البورصة بلا أي دراسة أو تعلم أو تجهيز وتدريب وتحضير وهذا خطأ لا يحمد عقباه قبراء التداول والمضاربة يقولون أن تحقيق الأرباح سيتأتى حتماً باتباع قواعد استثمارية سليمة ومحددة وتطبيق نظام صارم في التداول كفيل بالمحافظة أولاً على رأس المال والعمل ثانياً على تنميته على المدى الطويل وهو ما حفت عليه الأقوال المأثورة للمتعاملين بالبرصة وإليك بعض النصائح على لسان هؤلاء الخبراء النصيحة الأولى الاتجاه هو صديقك النصيحة الثانية رافق الاتجاه ولا تحاول مقاومته أبداً النصيحة الثالثة لا تقاوم ولا تعاند السوق أبداً النصيحة الرابعة اخسر رأيك ولا تخسر نقودك أما النصيحة الخامسة والأخيرة اقطع خسائرك مبكراً وترك أرباحك تتم وبذلك نكون قد انتهينا من هذا الكورس بفضل الله وعونه وتوفيقه إلى أن نلتقي في كورس جديد تحت عنوان وقف الخسارة لكم خالص تحيات نستغلق محمد السيد السلاموني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر